الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعاً أيها الإخوة والأخوات ولازلنا مع آية البر الجامعة تلك الآية الجليلة العظيمة التي تشتمل على جمل عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة تتحدث عن البر في جانب الإيمان وعن البر في جانب الأعمال وعن البر في جانب الأخلاق بعد أن أنهينا الحديث باختصار شديد جداً في الجانب الإيماني وأركان البر الإيمانية في قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين تتحدث الآية بعد ذلك عن بر الأعمال فيقول سبحانه وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَبِنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الْرِّقَابِ وَآتَ الْمَالُ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الْبِرْ وَرُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهِ المال أيها الأفاضل مال الله جل جلاله نعم قال تعالى وَآتُوهُم مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ولكنه سبحانه أضاف هذا المال إلى عباده تشريفاً وتكليفاً وابتلاءاً واختباراً وامتحاناً قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة وقال تعالى وَنَبِلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول ابن آدم مالي 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 وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة ومن عرف الغاية من المال وحقق الهدف منه ساعد في الدنيا والآخرة جمع من الحلال وأدى فيه حق الكبير المتعال نعم دعي الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من المال أي الحرام فما تدري لمن تجمع فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع فقير كل من يطمع غني كل من يقنع النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها هي القناعة فالزمها تكن ملكا لو لم تكن لك إلا راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هالراح منها بغير الطيب والكفن وآت المال وإيتاء المال في هذا الموضع كركن من أركان البر غير إيتاء المال المفروض في الزكاة الذي سيأتي الحديث عنه في الآية إن شاء الله جل علاه وآت المال وإتيان المال والإنسان محب له محتاج إليه دليل صادق على قوة الإيمان وصفاء ونقاء الوجدان قال الرحيم الرحمن لن تنال البر حتى تنفق مما تحبون لن تنال البر حتى تنفق مما تحبون نعم ولذلك ثبت في صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم قال أنت صدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا كان لفلان كذا لا لأن الإنسان على فراش الموت إذا علم أن الأجل قد اقترب يرخص عنده المال بل وتهون عليه كل الدنيا أما وأنت في حال صحتك وفي حال حاجتك إلى المال وحبك له تنفق فهذا أعظم دليل على صدق إيمانك وهذا برهان على صفاء ونقاء وجدانك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وآت المال على حبه ذوي القرب فذوي القرب هم أولى الناس بالبر والإحسان إن كانوا في حاجة إلى هذا المال تعالوا بنا لنعيش مع هذه الأصناف الستة في اللقاءات المقبلة بإذن الله جل وعلا والله تعالى أسأل أن يغنينا وإياكم من فضله إنه ولي ذلك ومولاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته